اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم أبناء طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات السادة أولياء الأمور الكرام أبناءنا الطلاب قبل أن نبدأ درس اليوم لا تنسوا الضغط على ذر الاشتراك لتفعيل القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وعلى ذر الإعجاب تشجيعا لنا للاستمرار في هذه القناة يصر قسم الرياضيات بمدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الوحدة التاسعة الدرس الخامس خط الأعداد الكسور أكبر من واحد الأهداف من المتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادر على أن يمثل الكسور المتساوية أو أكبر من واحد على خط الأعداد وأن يستعمل خط الأعداد في حل مسائل حياتية عن الكسور والآن أعزائي الطلاب مع فقرة التهيئة من فقرة أحل وأشارك الكتاب المدرسي صفحة رقم 185 نبأ أبطال بقراءة هذه الفقرة ولا ننسى خطوات حل المسائل الحياتية التي نحفظها جميعا وهي أفهم أخطط أحل ثم أتحقق من حلي هيا بنا سويا نفهم هذا المثال يقول طول الشريط الورقي يمثل الكل أطوي شريطين ورقيين عند المنتصف أفتح الشريطين وأضعهما جنبا إلى جنب في صف واحد على كم نصف شريط أحصل كيف يمكنني أن أستعمل الأنصاف لتسمية خطوط الطي هيا بنا يا أبطال نرسم شريط ورقي مقسم إلى نصفين كما نرى في هذا المثال وشريط ورقي آخر مقسم إلى نصفين آخرين كما نرى في هذا المثال كم حصلنا يا أبطال على عدد أنصاف كم لدي من أنصاف في هذه الصورة التي أمامي هيا بنا نعد بالأنصاف في البداية طبعا صفر ليس لدي أي أنصاف عند الخط الأول نحصل على النصف الأول ثم عند الخط الثاني نحصل على النصف الثاني ثم عند الخط الثالث نحصل على النصف الثالث وفي الخط الأخير نحصل على النصف الرابع إذن لدي في هذا الشكل الذي أمامي أربعة أنصاف إذا قمت بالعد بالأنصاف من البداية سأحصل على نصف ثم نصفان ثم ثلاثة أنصاف ثم أربعة أنصاف ننتقل يا شباب إلى فقرة انظر مجددا أعبر عن القاعدة العامة إذا أضفت شريطا ورقيا ثالثا مطويا من المنتصف فكيف يمكنني استعمال الأنصاف لتسمية خطوط الطي وضح إجابتي كان لدينا يا أبطال في المثال السابق أربعة أنصاف استخدمنا شريطين ورقيين إذا أضفنا لهما شريطا ورقيا ثالثا ونحن نعلم أن الشريط الورقي مقسم إلى نصفين إذن سنزيد نصفين إلى أربعة أنصاف كم سنحصل على العدل من أنصاف؟ أحسنتم سأحصل على ستة أنصاف إذن أبدأ بتسمية خطوط الطي من النصف وصولا إلى ستة أنصاف كما نرى في هذا المثال أضفنا شريطا ورقيا ثالث مطويا من النصف إلى الشريطين الذين كان لدي من قبل وحصلنا الآن على ثلاث أشرطة ورقية مطوية من النصف إذن إذا قمنا بالعدل من الأنصاف سنبدأ بنصف ثم نصفين ثم ثلاثة أنصاف ثم أربعة أنصاف ثم خمسة أنصاف وفي الأخير سنحصل على ستة أنصاف أحسنتم يا أبطال والآن يا أبطال ننتقل إلى فقرة أقنعني سميت إحدى النقاط على خط الأعداد أدناه 2 على 3 أو ثلاثان الأطوال المحددة على خط الأعداد متساوية أكتب كسورا للنقاط الأخرى المبينة إذا نظرنا يا أبطال إلى خط الأعداد الذي موجود أمامي سنجده مقسم ما بين الصفر والواحد إلى ثلاثة أجزاء متساوية ثم ما بين الواحد والاثنان أيضا إلى ثلاثة أجزاء متساوية طيب من من الأبطال يستطيع أن يجيب عليه لماذا قسمنا هذا الخط لماذا قسمنا المسافة من صفر إلى واحد إلى ثلاثة أجزاء متساوية أبطال أحسنتم لأن رقم المقام في الكسر الموجود 2 على 3 هو ثلاثة إذن لابد من تقسيم أو من تجزئة المسافة من صفر إلى واحد إلى ثلاثة أجزاء متساوية وكذلك المسافة من واحد إلى ثلاثة أجزاء متساوية إذن هيا بنا نكتب الكسور الغير موجودة على خط الأعداد بمن سنبدأ بعد الصفر؟ دائما نبدأ بواحد على ثلاثة أحسنتم يا شباب ثم اثنان على ثلاثة والواحد هذا عن ماذا يعبر الواحد؟ يعبر عن ثلاثة على ثلاثة أحسنتم إذن الكسر التالي للواحد أو الكسر التالي لثلاثة على ثلاثة هو أربع على ثلاثة أحسنتم يا أبطال ثم خمسة على ثلاثة طيب بماذا يعبر الاثنان؟ أحسنتم يعبر عن ستة على ثلاثة أحسنتم يا أبطال أنتم دائما رائعون والآن يا شباب مع فقرة تدرب موجه من فقرة أطبق فهمي الكتاب صفحة رقم 193 في التمرينين ثلاثة وأربعة كل خط أعداد لديه أطوال محددة متساوية أكتب الكسور الناقصة هيا بنا ننظر إلى خط الأعداد في النقطة رقم 3 وخط الأعداد في النقطة رقم 4 نبدأ بالنقطة رقم 3 إذا نظرنا يا أطوال إلى خط الأعداد في النقطة رقم 3 سنجد أن لدي المسافة من صفر إلى واحد مقسمة إلى ثلاثة أجزاء متساوية ولدي كسر هو إثنان على ثلاثة وكسر آخر هو ثلاثة على ثلاثة إذن بمن سنبدأ في المكان الفارغ الأول بمن سنبدأ في الكسر الغير موجود الأول نبدأ دائما بعد الصفر كما اتفقنا بواحد على ثلاثة أحسنتم ثم اثنان على ثلاثة وثلاثة على ثلاثة أي واحد ثم ماذا بعد ثلاثة على ثلاثة أحسنتم يا أبطال أربعة على ثلاثة ننتقل إلى رقم أربعة إذا نظرنا إلى خط الأعداد في النقطة رقم أربعة سنجد المسافة من صفر إلى واحد والمسافة من 1 إلى 2 مقسمة إلى كم؟ أحسنتم إلى 4 أجزاء متساوية ولدي كسر هو 2 على 4 و3 على 4 دائماً أنظر جيد إلى رقم المقام رقم المقام 4 إذن تكون الأجزاء المتساوية المقسمة إلى 4 أجزاء نبدأ دائماً يا شباب بعد الصفر بمن؟ نبدأ بـ 1 وكم سنكتب في المقام؟ أحسنتم يا أبطال سنكتب في المقام 4 إذن 1 على 4 ثم ننتقل بعد 2 على 4 ثم 3 على 4 ثم كم؟ أحسنتم ثم 4 على 4 التي تمثل الواحد الصحيح ثم ننتقل بعد 4 على 4 إلى كم؟ أحسنتم ننتقل إلى 5 على 4 ثم 6 على 4 فكم؟ بعد الـ 6 أحسنتم يأتي دائماً بعد الـ 6 7 على 4 ثم 8 على 4 التي تمثل العدد الكلي 2 أحسنتم يا شباب بارك الله فيكم والآن يا شباب مع فقرة تدرب مستقل في التمارين 8 و 9 أقسم خطوط الأعداد التي إلى أطوال متساوية وأكتب الكسور الناقصة تذكر عزيزي الطالب يعتمد قياس كل طول على قياس الكل هيا بنا ننظر إلى المثال رقم 8 والمثال رقم 9 ماذا نجد في المثال رقم 8 يا أبطال؟ أي كسر موجود أمامي؟ الكسر 2 على 3 عن ماذا يعبر الكسر 2 على 3؟ أحسنتم يعبر عن أن المسافة ما بين الأعداد الكلية 0 و 1 و 1 و 2 و 2 و 3 لابد أن نقوم بتجزئة هذه المسافة إلى 3 أجزاء متساوية لأن رقم المقام في الكسر 2 على 3 هو 3 هيا بنا نقوم بتجزئة المسافات من 0 و 1 و 2 و 2 إلى 3 إلى 3 أجزاء متساوية كما نرى أمامي هيا بنا الآن نقوم بكتابة الكسور التي تعبر عن هذه العلامات الكسر الأول بعد الصفر دائما هو 1 على 3 أحسنتم ثم 2 على 3 والواحد عن ماذا يعبر الواحد؟ بالفعل يعبر عن 3 على 3 بعد الثلاثة على 3 ماذا؟ 4 على 3 ثم 5 على 3 ثم 2 عن ماذا يعبر الاثنان؟ يعبر عن 6 على 3 أحسنتم يا أبطال ثم ننتقل بعد الثلاثة إلى 7 على 3 ثم 8 على 3 أحسنتم يا شباب إذا نظرنا سنجد أننا نقوم بالعد بالأثلاث الثلث الأول ثم ثلثان ثم ثلاثة أثلاث وهو الواحد ثم أربعة أثلاث ثم خمسة أثلاث ثم الاثنان وهو 6 أثلاث ثم سبعة أثلاث ثم 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 ثلاثة وهو 9 أثلاث أحسنتم يا شباب ننتقل إلى المثال رقم 9 نجد يا أبطال أن المسافة من صفر إلى واحد موجود بها كسور 1 على ثمانية وأربعة على ثمانية وسبعة على ثمانية عن ماذا يعبر الكسر 1 على ثمانية؟ أحسنتم يعبر عن أن المسافة من صفر إلى واحد لابد أن تكون ثمانية أجزاء متساوية أحسنتم يا أبطال هيا بنا نقوم بتجزئة المسافة من صفر إلى واحد إلى ثمانية أجزاء متساوية كما نرى أمامي والآن نقوم بكتابة الكسور التي تعبر عن هذه الأجزاء الكسر الأول موجود أمامي واحد على ثمانية ثم اثنان على ثمانية ثم ثلاثة على ثمانية ثم أربعة على ثمانية ثم خمسة على ثمانية ثم ستة على ثمانية ثم سبعة على ثمانية ثم واحد الواحد هذا يعبر عن ماذا؟ يعبر عن ثمانية على ثمانية أحسنتم ثم تسعة على ثمانية ثم عشرة على ثمانية أحسنتم يا أبطال والآن يا شباب مع الهدف الثاني وهو استعمال خط الأعداد في حل مسائل حياتية عن الكسور من فقرة ممارسات الرياضيات وحل المسائل في التمرين عشرة وإحضاش استعمل خط الأعداد أدنى لا ننسى يا أبطال خطوات حل المسائل الحياتية وهي أفهم وخطط أحل ثم أتحقق المثال رقم عشرة ما الكسر الذي يمثل المسافة التي تفصل بين المسبح والمدرسة؟ أوضح إجابتي إذا نظرنا إلى خط الأعداد هذا يمثل المدرسة في البداية ثم البقالة عند الكسر ثلاثة على ستة ثم مركز البريد عند الكسر خمسة على ستة ثم واحد كيلو متر ثم المسبح من يستطيع أن يخبرني ما الكسر الذي يعبر عن المسافة ما بين المسبح والمدرسة؟ إذا نظرنا يا أبطال نجد أن الكسور الموجودة أمامي هي واحد على ستة ثم اثنان على ستة ثم ثلاثة على ستة ثم أربع على ستة ثم خمسة على ستة ثم واحد بعد الواحد الواحد يعبر عن ماذا؟ يعبر عن ستة على ستة ثم بعد ذلك أحسنتم سبعة على ستة إذن المسافة بين المسبح والمدرسة هي سبعة أسداس النقطة رقم أحد عشر مهارات التفكير العليا تقع المستشفى في منتصف المسافة بين البقالة ومركز البريد ما الكسر الذي يمثل المسافة بين المستشفى والمدرسة؟ وضح إجابتي إذا نظرنا إلى البقالة سنجد أن الكسر الذي يعبر عن المسافة هي ثلاثة هو ثلاثة على ستة والكسر الذي يعبر عن مسافة مركز البريد من المدرسة هو خمسة على ستة ويقول في هذا المثال أن المستشفى تقع في منتصف المسافة بين البقالة ومركز البريد إذن ما الكسر الذي يعبر عن المسافة بين المستشفى والمدرسة؟ أحسنتم هو بالفعل أربعة على ستة أحسنتم يا أبطال ننتقل يا شباب إلى السؤال رقم أربعة عشر أرسم خطوطا لتقسيم خط الأعداد إلى أربعة أرسم نقطة عند ثلاثة أربعة وحد نقطة أخرى تمثل موقع عشرة أربعة نقوم يا أبطال في البداية بتقسيم المسافة بين الأعداد الكلية إلى أربع أجزاء متساوي كما نرى أمامي أحسنتم يا أبطال والآن نقوم بتحديد الكسر ثلاثة أربعة أين يجد الكسر ثلاثة أربعة؟ بالفعل يوجد عند العلامة الثالثة أحسنتم يا شباب ثم نقوم بتحديد الكسر عشرة أربعة أين يوجد الكسر عشرة أربعة؟ بالفعل يوجد عند العلامة العاشرة أحسنتم يا شباب إذن هذا تمثيل الكسر عشرة أربعة أو عشرة على أربعة أحسنتم يا أبطال والآن أعزائي الطلاب نصل إلى فقرة السؤال المقالي الذي سنجيب عليه في الواجب الإلكتروني على منصة المدرسة ماذا يمثل الكسر خمسة أزداس على خط الأعداد أدناه؟ ننظر جيدا على خط الأعداد ثم نذكر الإجابة مباشرة الكسر خمسة أزداس ماذا يعبر عن المسافة؟ يعبر عن مسافة البقالة من المدرسة ولا مركز البريد ولا المسبح نكتب المكان مباشرة أحسنتم يا أبطال وإلى هنا نصل إلى فقرة الواجب المنزلي الكتاب المدرسي صفحة رقم مئة وخمسة وتسعون السؤال رقم واحد إلى رقم أربعة وهنا نصل إلى نهاية درس اليوم دعينا الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في توصيل معلومة مفيدة لأبنائنا الطلاب إن شاء الله مع تحيات قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الفدائية الخاصة للبنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته